أهلا وسهلا فيكم جديد مشاهدين تحية لكل متابعينا في هذا الصباح في هذه المحطة نتحدث عن حملة شباب الخير وهي حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان والتي انطلقت بالتعاون مع بنك الدم المركزي بهدف زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التبرع الطوعي بالدم خاصة لمرضى السرطان نتحدث عن أهمية هذا الموضوع وثقافة التبرع بالدم مع ضيفتنا من داخل السوديو المسؤولة عن دائرة بنوك الدم في وزارة الصحة الأستاذة لينا مناصر أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم يسعد صباحكم صباح مجتمعينا ومشاهدين جميعا أهلا وسهلا بداية دعونا نتحدث كيف انطلقت هذه الحملة هذه الفكرة حملة شباب الخير وبالتعاون أيضا مع مركز الدم المركزي بنك الدم المركزي هي كانت لمرضى السرطان لكن جاءت بالتزامن وكأنه مع هذه الأحداث التي تسير على الأرض وإقبال الناس يمكن للاهتمام بهذا الموضوع حدثينا أكثر صحيح انطلقت الحملة يوم الأربعاء كانت عنا مجموعة شباب الخير يعطيهم ألف عافية ويجزيهم الخير كانوا أعلنوا عن الحملة بطريقة رائعة جدا وكان في تحضير مسبق أصلا لهذه الحملة أعلنوا عنها عن طريق السوشال ميديا الوسائل لتواصل الاجتماعي جميعها وخصوصا السناب شات اللي بتعاون يعني اللي بتعرف عليه الشباب بشكل كبير وبيستخدموه وبالتالي كان إقبال جماهير كبير من المتبرعين وخصوصا من فئة الشباب نقصد ما بين العمر 18 لعمر العشرين اللي هم في مقتبل العمر واللافت للانتباه أنه كان مجموعة المتبرعين من الصبايا بعدد كبير جدا صبايا الجامعات والكليات أقبلوا على هذه الحملة وكان عندهم حب لعملية التبرع الطوعي وكان الهدف منها أنه لصالح مرضى سرطان لأنه هاي المجموعة من المرضى هم بحاجة مستمرة وبحاجة لكميات كبيرة من الدم ومشتقاتها وخصوصا الصفائح الدموية لينا يعني هي انطلقت أيضا في أكثر من منطقة في أضفة من نابلس في مستشفى رفيديا وبالخليل في مستشفى عالي الحكومي فهناك بنقدم في جميع مستشفيات الوطن ونحن ركزنا على ثلاث مناطق رئيسية اللي هي رامولا ونابلس والخليل كما ذكرت أنه جاءت متزامنة مع إعلان ترامب لنقل السفر الأمريكية للقدس عاصمة فلسطين فكانت هناك هب جماهيرية رائعة جدا وطبعا لا يتسناني إلا أن أشكر بداية المديرنا العام الأستاذ أسامة نجار على دعمه ووجوده المستمر ما بيننا في هذه الحملات فكانت حملة ناجحة بكل المعايير الكمية والنوعية وأيضا أشكر مسؤولة الإعلان الموجودة لدينا في بنك دم المركز الأستاذة كرميل ياسين التي كان لها المجهود الأكبر في التحضير والتنصيق لهذه الحملة وخصوصا مع شباب الخير والإعلان عنها بطريقة رائعة جدا ومبرمجة فكان إقبال كبير بسبب التحضير والتنصيق دائما لا أنسى موظفين الموجودين في كل المواقع ليس فقط في بنك دم المركزي وعالي ورفيدية لجهودهم المستمرة في استقبال المتبرع بطريقة لبقة وزيادة الوعي لديه بأهمية التبرع الطوعي وأننا فعلا لا نستطيع أن ننتظر حدوث كارثة حتى نأتي لتبرع الطوعي بالتم نريد منك أن تستوعب هذه الفكرة وتذوبها في ذاتك لتكون متبرع الطوعي ومستمر لدينا صحيح يعني هذه الفكرة دائما نفكر بغيرنا نفكر بكل شخص محتاج ممكن نقدمه المساعدة في الوقت اللي إحنا قادرين على تقديم هذه المساعدة هذا النوع من الحملات أستاذة لينا هل هو دوري في كل فترة مثلا بيصير فيه أم حسب الحاجة؟ الحمد لله يعني إحنا منسقين لما وشموعة من الحملات تقريبا أسبعيا بنك الدم المركز فيه له حملة أو حملتين في جميع الـ يا إما في رمالله يا إما بينطلق للمحافظات الثانية طبعا الهدف الأساسي من كل هذه الحملات هي تفقيفية توعيوية أيضا عملية سحب الدم فنحن نريد أن نكسب متبرع الطوعي يفهم معنى التبرع الطوعي ويقدم إلينا في المستقبل لمراكزنا يعني ما بنا نعتمد فقط على الحملات الخارجية بدنا المتبرع منه بذاته أنه يجي لبنوك الدم ويقوم بهذا العمل الإنساني نبيل لفهمه ولوعيه بأهمية التبرع الطوعي بالدم وفائدتها عليه بداية بزبط هاي نقطة مهمة جدا كمان خليها نوضحها للجمهور اللي بتسأل أحيانا كيف ممكن يأثر تبرع الدم على الشخص المتبرع بالعكس عملية التبرع الطوعي بالدم لها فوائد جمع على المتبرع بذاته بداية هي بتعطيه شهادة بأنه هو إنسان سليم وخالي من الأمراض لأنه في عملية التبرع بالدم نحن نقوم بفحص المتبرع قبل أن نسحب منه الدم وتأكد من جاهزية لهذه العملية في عنا استمارة طبية تفحص كل بأسئلتها يعني بتفحص كل التاريخ الطبي لهذا المتبرع هل هو فعلا قادر على هذه العملية في هذا الوقت بالإضافة نقوم بفحصات مخبرية بداية بفحص قوة الدم لتأكد من جاهزيته في هذه اللحظة وأن نسبة المقلبين لديك بوضع ممتاز تقبل أنه تسحب بهذه الوقت بزائد أنه نفحص وزنه إذا اضطرنا أن نتأكد أنه ضغطه في الطبيعي ودرجة حرارته طبيعية لا يشكو من أي أمراض فأنت شخص قادر لماذا لا تقوم بهذه العملية بصورة مستمرة هل هناك إجراءات معينة يجب أن يتم اتخاذها غير طبعا كل هذه الفحصات اللي بيخوضها المتبرع هل هناك محاذير معينة أو نصائح يعني من قدمها قبل التبرع وبعد التبرع بالدم يجب على المتبرع أن يكون أخذ قصد من الراحة أهم شيء أنه ما يكون حاسس بالألأ والتعب لازم يكون بوضع مرتاح جدا حتى ما يصير عنده عملية إعياء بعد عملية التبرع يفضل أن يتناول وجبة خفيفة قبل أن يقدم إلى التبرع بساعة أو ساعتين على الأقل أيضا يجب أن المتبرع أن يكون جاهز فعلا أنه ما عم بيأخذ أدوية يعني في هذه الفترة ما بيشكوا من التهاب الواز لأنه إحنا في فصل الشتاء فممكن أعراض بسيطة يكون فعلا هو مصاب بالتهابات لكن ما عم بيحس فيها المتبرع فإحنا بفحوصاتنا المخبرية نتأكد فعلا أنه هذا شخص سليم ومعافى وقادر على عملية التبرع لأنه عملية تناول الأدوية حتى لو كانت بيستهين ناس في الأكامول مثلا بيستهين بيحكولك أنه أنا ماخد حبة أكامول شو بالدور لا هي بالضر يا عمي يعني فدك تعرف أنه عملية الدملة رح يروح يمكن يروح لشاب صغير لطفل حديث الولادة أي أدوية ممكن تضرها وبالتالي إحنا بنتأكد أنك ما عم تاخد أدوية بهذه الفترة لأنه المتلقي قد يكون شاب أو صبيع أو كبير بالعمر وقد يكون حديث ولادة ممكن أستاذة لنا يبين في فحص الدم أنه إذا الشخص هذا ما خد دواء أو لا قبل ممكن يبين أنه عنده التهابات أما أنه يبين أنه هم أاخد أدوية لا طبعا لا إحنا دايما نحب أن يكون التبرع الطوعي لأن الإنسان اللي بيقدم التبرع طوعي جاي منه لحاله أنه يقدم هذه الخدمة بيفهم الواجب الوطني وبيفهم الواجب الإنساني وبالتالي يكون صادق في كل الأسئلة اللي إحنا منطرحه إياها ليتأكد فعلا أن هذه الخدمة لازم تكون بأكمل وجه فالله يحب من عمل عملا أن يتقنه وبالتالي فبكون صادق في كل المعلومات اللي بيعطينا إياها سيدة لنا فيما يتعلق بالأشخاص اللي يعني ما لازم يتبرعوا مين هم الأشخاص اللي عندهم مشاكل مثلا وما بينفع يتبرعوا بدمهم أهم هم الأشخاص اللي مصابين بسكتات الدماغية أو بالجلطات ويتناولوا أدوية بصورة مستمرة وأيضا الأشخاص اللي عندهم ضغط دم عالي عالي جدا أنا أقصد أنه لازم يكون تحت مراقبة طبية وممكن إحنا نسحب لهم الدم لنساعدهم على نخفف من لزوجة الدم وبالتالي منقلل شوي من ضغط الدم لديهم لكن تحت استشارة طبية ما من نقوم فيها لحالنا وأيضا مرض السكر اللي بيعتمدوا على الأنسلين كعلاج إلهم في مرضهم يعني حكيتي حضرتك عن كم الناس اللي تجاوبت وتفاعلت مع هذه الحملة واللي قدمت خدمتها كيف تشوفي هاي الأوضاع يعني أو خلينا نحكي أنه هذه مع ثقافة التبرع يعني الآن يمكن الأوضاع ساعدت بأن الناس كمان تتبرع لأنه دائما بيهبوا الجميع يعني لتقديم المساعدة لكن أهلا نحكي عن مرض السرطان تحديدا واللي هما بحاجة لدم يمكن في فترات مختلفة فكيف ممكن كمان يعني نوسع أو نزيد الوعي بثقافة التبرع بالدم للأسف ثقافة التبرع الدم في المجتمع الفلسطيني متدنية وقد لا تكون كالنسبة التي نريدها فعلا أن تكون موجودة لذلك نحن في وزارة الصحة نسعى باستخدام أليات متعددة لزيادة الوعي ونشر الثقافة في مجتمعنا ترقنا أبواب الجامعات بداية لأنهم هم الفئة الشبابية المستهدفة لدينا وهما لبنت بنوك الدم إن لم يكن لدينا شخص سليم وعافى في بنك الدم من أين لنا أن نحضر الدم ومشتقاته فترقنا أبواب الجامعة أيضا قمنا بحملات توعبية وتثقافية في طلبة المدارس اللي قاربت أعمارهم على عملية التبرع لأن عملية التبرع بتبلش من عمر 18 فترقنا جميع الأبواب استخدمنا أيضا زرنا وزارة الأوقاف وطرحنا عليهم فكرة أن تكون في خطب الجمعة مناشدة وبيان لأهمية التبرع الطوعي كصدقة جارية لأنها فعلا إلهمة دلالة دينية أيضا فالحمد الله يعني ترقنا عدة أبواب والمؤسسات والشركات أيضا لا أنساهم يعني كان عندنا حملات تثقفية وتوعيوية وأيضا استقبلونا بطريقة رائعة أنهم صاروا هم يحبوا أن تعالوا وإسحابوا الدم في أماكن وجودهم في المؤسسات وكمان لأنه أي شخص معرض أنه يكون في يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات بحاجة لدم فأنه نقدم الخير حتى كمان يرجع لنا لأنه فعلا إحنا بسياستنا في بنوك الدم حديثا أن المتبرع المستديم له تعامل آخر خاص إله أو لأحد أقاربه حتى لو يحتاج في المستقبل لا سبحان الله لوحد الدم سوف يجدها لأنه هو متبرع طوعي لدينا فلهم عاملة خاصة نعم أستاذ علينا فيما يتعلق بحفظ الدم يعني نحن نحكي عن بنوك الدم لكن يمكن الناس أن تتساءل أنه كيف يتم الاحتفاظ بالدم؟ ما هي الطرق؟ هل هناك إجراءات كمان تقنية معينة وغيرها؟ بداية أحب أن أوضح لجميع المستمعين والمشاهدين أن وحدة الدم تنقذ ثلاث أشخاص لأنه سوف يتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي كرية دم حمراء وبلازمة الدم والصفائح الدموية وبالتالي ثلاث أشخاص يمكن أن يستفيدوا من هذه الوحدة كل نوع من أنواع الدم مشتقات الدم يتم حفظها بالطريقة ملائمة فكريات الدم الحمراء لا يمكن حفظها أكثر من 35 يوم وبالتالي فنحن بحاجة مستمرة أنه خلال 35 يوم يكون عندنا متبرعين آخرين حتى نستمر بالاحتفاظ بمخزون دم استراتيجي في بنوك الدم مشكلتنا دائما في الصفائح الدموية وخاصة اللي بيحتاجها مرضى السرطان بصراحة لأن الصفائح الدموية لا يمكن الحفظها أكثر من خمسة أيام مريض السرطان بالعادي بيحتاج على الأقل يعني ست وحدات يوميا من هذه المشتق وبالتالي فإنه إحنا بحاجة لمتبرعين باستمرار خصوصا لمرضى السرطان ولذلك كانت حملتنا يوم الأربعاء لصالح مرضى السرطان لتزيادة الوعي والثقافة لدى المجتمع بأهمية هذه الوحدات والصفائح الدموية بالتحديد لمريض السرطان نعم استدرينا هل لقوة الدم علاقة في الموضوع؟ نعم نعم إذا الشخص ضمه يعني درجة معينة أضعف مثلا من أو ما هي درجة خلي نحكي المناسبة للتبرع؟ نعم دكت بداية أن هناك شروط للتبرع يجب أن يكون عمر المتبرع فوق 18 سنة نسبة الهوموغلوبين لديه نحن نفحصه في كل عملية التبرع حتى لو كان المريض جاي بفحص طبي نقول له إحنا منحب نتأكد أنه اليوم فحص قوة دمك جاهز أنك تكون متبرع لدينا وبالتالي عند الإناثة يجب أن تكون فوق 12 بين 12-14 ميلي جرام لكل ديسي ليتر هو نسبة مناسبة وقد تكون أكتر من ذلك والحمد لله يعني منلاقي بالشباب والصبايا نسبة دم عالية فدايما منشجوهم أنه يتبرع وزائد أنه الشباب لازم يكون ما بين 14-16 ميلي جرام لكل ديسي ليتر وفترة التبرع فترة التبرع ما بين الشباب والصبايا بتفرق فالصبايا كل أربع أشهر بتقدر أنها تكون متبرعة لدينا والشباب كل ثلاثة أشهر نعم فيما يتعلق كمان بالإجراءات مثلا اللي يجب أن يتبعوها بعد التبرع هل بقدروا يواصلوا حياتهم مباشرة أم مثلا بحاجة راحة يعني في الفترة الزمنية معينة ساعة أو ساعتين أو يأكلوا أكل معين إحنا دائما ننصح بكثير من السوائل بدايتا وكهدية مننا إحنا في بنك الدم على طول نعطي عصير على أساس أنها معود النقص الحاصل في الدم أو في نسبة الدم الموجودة للمريض على فكرة هو المتبرع بيتبرع فقط ب450 ملي من دمه اللي هي تقريبا 8% من دم الموجود في جسم الإنسان وبالتالي هي نسبة قليلة لكن بينقد فيها أرواح كثيرة زي ما قلنا بالإضافة أنه لازم يعوض هذه السوائل بأن يشب سوائل كثير وعصير يكتر من الفواكه أو الخضار الموجود فيها نسبة الحديد عالية إحنا دائماً مننصحه بأنه يكتر من أكل البندورة والفليفلة والزهرة اللي بتكتر فيها نسبة الحديد وبالتالي بعوض كمية الحديد اللي حصل فيها ناقص زائد أنه يرتاح بهذا النهار ما يبدل أي مجهود عالي أو أنه يقوم بنشاطات رياضية المعتادة اللي بيقوم فيها المفروض أنه يرتاح خلال النهار خلال 24 ساعة بترجع كمية الدم الحمد لله بالنسبة طبيعية خصوصاً لبلازمة وبعد أسبوع كامل سبع أيام بتبلش كريات الدم الحمراء تنتج لأنها بتشجع النخاع العظمي على إنتاج خلايا جديدة ففعلاً المتبرع يشعر بنشاط وزيادة تركيز بعد عملية التبرع نعم إذن فترة سريعة جداً يعني التعويض بيكون فيها لهاي النسبة اللي هو تبرع فيها عملية صحيح 24 ساعة فقط بلازمة الدم اللي هي المي الموجودة في دم الإنسان بتعيد لنسبتها الطبيعية ما بيصير ناقص وبعد سبع أيام ببلش النخاع العظمي بإنتاج خلايا جديدة قادرة على حمل الأكسجين خصوصاً لخلايا الدماغ ففعلاً المتبرع يشعر بنشاط وإزالة الخمول عنه بعد عملية التبرع من سبع أيام لمدة شهر كامل نسبة كريات الدم الحمراء والخلايا الأخرى تعود إلى نسبتها الطبيعية فالمتبرع يجب أن يكون على وعي ويقين بأنه ما في إشي رح يضرني بعد عملية التبرع بالعكس بتزيد نشاطي بقلل نسبة الحديد إذا كانت عنده نسبة حديد عالية في جسمه أيضاً بتقللها خلال عملية التبرع بالدم لأن نسبة الحديد العالية قد تتراكم في أعضاء مختلفة في جسم الإنسان وبالتالي تزيد من نسبة الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وهذا مهم جداً في رسائل التوعوية فيما تعلق بالتبرع بالدم تجدر الإشارة أيضاً لأن حضرتك أستاذة معك ماجستير في تخصص علم الدم ونعرف هذا العلم مهم جداً لكل تفاصيل متعلقة بصحة جسم الإنسان نصائح أخيرة ممكن تقدميها نصائح أخيرة أقول لجميع الأشخاص القادرين على العملية التبرع بالدم أن يتوجهوا إلى بنوك الدم في كل محافظات الوطن من الشمال إلى الجنوب في كل مستشفى حكومي لدينا قسم خاص في بنك الدم عملية التبرع بالدم هي عملية سهلة لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة من عملية التسجيل وتعبئة استمارة وسحب الدم بالتالي أنت في هذه الثلاثين دقيقة فكر دائماً بغيرك وأنك سوف تنقذ ثلاث أرواح وخصوصاً أمراض السرطان والثلاثيم الذين هم بحاجة مستمرة لعمليات نقل الدم مستمرة أنت ستزيد نشاطك وسوف تكون بصحة وعافية بعد عملية التبرع حتى وإن حدث لديك أعياء فهذا شكل طبيعي لأنه بقل ضغط عندك ممكن بصورة في أثناء عملية التبرع لكن هذا شيء طبيعي وسوف يزول خلال ثواني قليلة سوف تشعر بالسعادة والعطاء التي هو أجمل شعور في العالم عندما تتبرع لأخيك المسلم صحيح يعني إحنا نحكي اليوم صباح الشهداء وشهداء اختلط دمهم بتراب هذا الوطن فدائماً لما نشعر أنه كمان إحنا متبرع في دمنا إحنا دمنا واحد يعني بالنهاية لبعض ومن أجل كمان يعني مواصلة مسيرة النضال في وجه كل الاعتداءات الإسرائيلية كل شكرة وجودك معنا ودائماً نثمن كل هذا الجهود ونتمنى لكم كل التوفيق شكراً لكم يسعد صباحكم صباح مجتمعينا أهلا وسهلا بك مجاهديننا نروح لفاصل قصير ونكملين معكم في صباحنا